شهيد الأول رضوان الله تعالى عليه بيّن للناس أنه الموقف الشرعي لأئمة أهل البيت عليهم السلام مخالفة هذه الحركات المتصوفة وأنه الاتجاه الروحي والإخلاص لله عز وجل موجود عند أهل البيت ولكن ليست بهذه الصورة ولأنه كان مسموع الكلمة أولئك تعمدوه بالعداوة فاتفقوا مع قاض كان متعصبا جدا ويقال له برهان الدين المالكي وآخر اسمه ابن جماعة كلاهما كان متعصبا وكانوا يرون في الشهيد الثاني وعلميته واستقطابه للناس بناء على هذه الحالة العلمية تهديدا لهم فهذول من جهة وهؤلاء من جهة أخرى وكتبوا تهم للشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه وهو بريء منها مثل أنه يحلل الخامر وأنه ما أدري كذا ومنها النوع هذا وهذول القضاة قضاة الباطل أيضا ما تعطلوا في الموضوع قبلوا شهادة أولئك على وكان في أنفسهم هذا الحنق عليه وانتظار الفرصة وبالفعل نفذ فيه حكم القاتل بعد أن سجن سنة في السجن وهو يقول لهم طيب أنتوا الآن عندكم هذا أرسلوني إلى السلطان العثماني اللي أنتوا يفترض أنه ترجعون إليه هناك يقام علي الدعوة وأن أدافع عن نفسي بما ينبغي لكنهم كانوا بالفعل يريدون قتله فما قبلوا ذلك ونفذوا فيه حكم الإعدام قتلا بالسيف فذهب إلى رضوان الله تعالى هذا الشهيد الأول والشهيد الثاني أيضا نفس المصير صار إليه وهذا الثاني على أثر فعلا حسد كان من أحدهم أحد الولاد ولم يستطع القبض عليه وكان الشهيد الثاني قد ذهب في طريقه إلى الحج حتى يذهب بعد الحج إلى العراق فأخذ في وقت الحج ووكل به من يكون معه حتى يذهب به إلى تركيا إلى الآستان هذا الأحمق الحارس قال لنا ليش أوده إلى تركيا به المسافة هذه أقتله وأود رأسه إلى الحاكم الذي أمرني بالقبض عليه وهكذا هل قام العلمية الشاهقة العظيمة انتهى أمره على يدي جلواز جاهل هكذا من دون حكم من دون قضاء من دون ذنب من دون كذا لأنه لا يريد أن يذهب معه هذه المسافة الطويلة فأقتله أنا وأخذ رأسه وأروح أوديه إلى المكان الذي أريد هل رأيت حمقا وغباوة وجريمة أعظم من هذا لكن بالتالي هذا طريق أهل البيت عليهم السلام وطريق شيعتهم الشهادة في سبيل الله عز وجل هي الحالة الطبيعية ترجمة نانسي قنقر